والآن المتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية باقع من الأخبار بصحبة مرفت المليجي إليك مرفت شكرا محمد شكرا إلهام وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة وتوفر الدعم الكاملة وخلال اجتماعه مع وزيري المالية والتجارة والصناعة أشار مدبولي إلا أن هناك تكليفا واضحا بالتنصيق بين الوزرات المعنية لمتابعة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وكذلك متابعة عمل منظومة الإفراج الجمهوري وقد شدد مدبولي على ضرورة إسراء الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكاول المحلي في عملية التصنيع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تنصيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق المال الأوراق المالية المصرية وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خدط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفية وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة العمل لرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البرصة المصرية رامي الدكاني لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية أوضح مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الممنوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار تنفيذ تكلفات رئاسية بشأن الحزمة العجلة للإصلاح الاقتصادي والتي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاقتصاد لتصل إلى 65% أكد وزير التجارة وصناعة أحمد سمير أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنصيق في كافة مجالات العمل العربية المشترك لمواجهة التحديات العالمية الحالية جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركتي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة رقم 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وقد سلم الوزير رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المملكة المغربية من ناحية أخرى شارك وزير التجارة مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي علاوة على ترويكا القمة التنموية في فعاليات الاجتماع الوزيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت باللبنان في عام 2019 نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعملات على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصنادق الاستثمار الأجنبية فيما مال التعملات المؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء وخسر رأس المال السوقي لأسم الشركات المقايدة بالبرصة نحو 5 مليارات و400 مليون جنيه لينهي التعملات عند مستوى 679 مليار و800 مليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو مليار ونصف المليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9998 نقطة لينخفض بنسبة 62% ويغلق عند مستوى 9936 نقطة انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي فتح عند 2201 نقطة لينخفض بنسبة 63% ويغلق عند مستوى 2165 نقطة انخفضات امتدت أيضا إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي انخفض بنسبة 44% ويغلق عند مستوى 3107 نقطة أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتراجع أسهار النفطة وقتراجع المؤشر الرئيسي في البورسة السعودية بنسبة 1.2% وفي قطر تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 81.10% وفي أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض بنسبة 1.6% كما تخلى مؤشر دبي عن مكاسبه الصباحية وأغلق متراجعا بنسبة 8.10% نهاية أخبار الاقتصاد